موسيقى مشاهدين الكرام ما سعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى صدى الأسبوع اللاجئون الأفارقة في عدن انتشار ملحوظ يتطلب التنظيم موجة غلعين تشهدها تعز وغياب للسلع مع تدهول العملة الوطنية شاب يمني يفوز بمنصب بلدية جلبلي بحيدر أباد في الهند حوادث مروع في تهامة من السرعة الجنونية لسائق سيارات القات موسيقى الثين الشوكي يملو الأسواق في موسم خصف موسيقى شوارع سيئون تتزين برسوم الفنان طالب مدند موسيقى الحمامات الطبيعية في ذمار تتزايد المنابع وينقص الاستثمار موسيقى في لا حجوة لأول مرة امرأة ترأس جمعية زرعية موسيقى حرد من سيبي ذي محبش إب مصياف لليمنيين لو شقت الطريق موسيقى تشهدها عدن حالة من الانتشار الكثيف للاجئين الأفارقة حيث استوطنوا أماكن كثيرة وسكن الجهلات والشوارع والحواري الأمر الذي يتطلب أهمية في التنظيم لهؤلاء على الأقد ينتشر اللاجئون الأفارقة في مدينة عدن بشكل كبير وملفت جعل الكثير يتساءلون عن شرعية وقانونية وجودهم في اليمن هنا في اليمن هنا جانا من صنعا بعدين هنا رجعنا هنا يقولوا بك أمشي وأطلعوا بره هنا نجلس شوية هنا تجلس وحنا فيجي أطلع بره يودنا من سيارة من سهرة بس ما بودوي ما في سجر ما في شيء خلاص وين نجلس وين نقص المياه وين نشرب مادري بس اليوم هنا نجلس يالله بره أطلعوا وين نروح علشان خلو طريق مسكر بلانا لا نروح مسكر طريق خلو شيء علم كله كورونا يقولي سعى علينا من وين نروح مادري ما تلاتة سيارة بعد تلاتة اتنين يوم وين وديت مادري أنا أوجد في اليمن أربعة شهر عش تشتغل هنا وش والله ما في شغل ما في شغل بس نبقى ما جئنا من سعودية ما في تاريخ خلاص وقفنا هناك ايو والله ايوان نبقى نروح لسعودية دا حين ما في تاريخ ما يجي ما يجي أي منزمة هنا ما يجي حقنا هناك أي مسكر مجيسة ما يجي خلاص يقولوا ما يعطيهم ما عندنا ملاوس ما عندنا شيء اتخذ هؤلاء اللاجئون جولات وشوارع وحواري مدينة عدن سكنا لهم يلوذون إليها بعد أن قدموا إلى اليمن لتكون لهم نقطة عبور ينطلقون منها إلى مناطق أخرى أو منها يعودون إلى وطنهم الذي قدموا منه بعد أن أرهقتهم لهجرة نحن نعتبر في اليمن بشكل عام كمنطقة جغرافية نقطة عبور لللاقي لأي اللاقي خاصة اللاقيين من أفريقيا نحن نحاول أن نطور من البرامج الموجودة في المنظمات الدولية التي تهتم ومتخصصة في اللاقيين بحيث أنها تكون قادرة على استيعاب أكبر كمية وعدد من هؤلاء اللاقيين وتكون فعلاً بتحقق لهم أو بتلبي لهم بعض المنطالب والحقوق الإنسانية الطبيعية لأي لاجة أحدى مطاعم عدن قدمت كبادرة إنسانية وطيبة وشبات غذائية توزعها على مدار اليوم للنازحين واللاجئين كنوع من التكافل الاجتماعي وإحساس الإنسان بأخيه نحن نقدم الوجبات للأخوة النازحين أو الأفارقة أو الأخوة المحتاجين اليمنيين كمساعدة وجبات في وجبة الإفطار وفي وجبة القداء وفي وجبة العشاء هذه الآلية منذ فتحنا المطعم نساعد جميع الناس ونساعد المحتاجين ونساعد جميع الذين يردوا أكل هذا ما تفعله الحروب والفقر في الإنسان بين النزح واللجوء والهجرة والعري تتمزق إنسانيته ينسى معها تشهر الموت أن قيمة قطرة دم واحدة تسفك منه تهتز لها السماوات والأرض فرفقا يا بني آدم تشهد أسواق محافظة تعز موجة غلاء وبشكل أرهق المواطنيين إلى جانب غياب الكثير من السلاع الغذائية يأتي ذلك مع تدهر قيمة العملة الوطنية في الآونة الأخيرة وكأن المعاناة جزءا من حياتهم اليومية التي باتت في الأونة الأخيرة تصارعهم في قطر يومهم هذا ما بات يره الشارع اليمني بعد هبوط أسعار الريال أمام العملة الأجنبية والتي حملت ارتفاعا في أسعار الموال الغذائية ووقفت عائقا أمام لقمة عيش العديد نفتح سعر حمير داخل هذا نشقي حق الرطين نشقي بالموتور نشقي تحمل نفعل أي حقا أمشي تدخل ليش مدخل رزقنا أسعار خيالية وقنونية الكيس الخبز بـ 150 ريال يعني ارتفاع أسعار الصرف الدولار والسعودي تسبب في أزمة بارتفاع كل المواد الغذائية منها الدقيق والسكر والأرز يعني أسعار كل يوم بسعر كل ما ارتفاع الأسعار سعر الدولار والصرف ارتفاع أسعار المواد الغذائية كاملة هناك مضاربة بالعملة الوطنية والدولار والريال السعودي أدى إلى انهيار حاد لقيمة الريال الوطني والقيمة الوطنية للريال وكذلك بسبب هناك ازدياد كبير ومتسارع للمواد الغذائية خاصة مع قائحة كورونا وخاصة مع انتشار الفيروسات هناك استغلال كذلك من التقار وهناك عدم رقابة لمحلات الصرافة وعدم التزام بالسعر المحدد من البنك المركزي مما أدى إلى أسعار متفاوتة وقيمة متفاوتة للريال الوطني والدولار ارتفاع أسعار المواد الغذائية شكل عبئا على عاتق من لا يجدون مصدر دخلين بعد توقف العديد من الأعمال ورسم أمام المواطن اليمني معاناة البحث عن ما يسد رمق العيش الذي بات يحصرهم من كل جانب بسبب كشعي من غابت عن أدهانهم الإنسانية من ناحية الأسعار من ناحية العيش الضنقل داخل فيما والتقار تزادوا بهظلوا بنحنا ورفعوا الأسعار تسبح بسعر أمسد بسعر وصباحة الصباح بسعر والدولار ارتفع من قهته والمعيشة حقنا والله أصبحت لا تحسد عليه لو تروح لأي محل أي تبلاد أي محافظة يعانوا للشعب هلا المعانا وإحنا والله عايشين معيشة والله باتلة تبقى أرح تكري ويرتفعوا أسعاره مثل الأدوية مثل الدقيقة يعني فيه أشياء كثيرة يعني ما مش موجودة بالسوق وإذا وجده بالسوق بأسعار خيالية يعني لا يقدر المواطن على شرائها ارتفاع وتلاعب بأسعار المواد الغذائية والمواد الدوائية والعلاقية مما يؤثر سلبا على المواطن وعدم حصوله على السلعة أو الدواء بسعر مناسب وسعر يعني يتناسب مع وضعه الاقتصادي خاصة مع انهيار العملة الوطنية لم تكتفي المعاناة بارتفاع الأسعار بل حملت اختفاء العديد من السلع الأساسية عن الأسواق والتي باتت تنظر بكارثة إنسانية إلا ما تتدارك الجهاد المختصتي والرقابية إيجاد حلول تحمي المواطن من الجوع الذي بات يحط به من كل جانب ضمن قائمة طويلة من نجاحات اليمنين في المهجر استطاع الشاب اليمنى عبدالله أحمد السعدي البالغ من العمر 24 عاما استطاع تحقيق نجاح جديد بانتخابات بلديات حيدر أباد في الهند ونالى ثقة الجميع والفوز بمنصب مدير بلدية جلبلي بحيدر أباد عبدالله أحمد السعدي واحد ضمن قائمة طويلة لليمنيين في المهجر استطاع تحقيق إنجازات كثيرة في مختلف المجالات والوصول إلى مواقع متقدمة فرغم صغر سنه الذي لا يتجاوز عشرون ربيعا إلا أنه استطاع أن يقتحم غمار المنافسة في الانتخابات البلدية في حيدر أباد بجمهورية الهند وتمكن من الفوز بمنصب مدير مديرية جلبلي إحدى مديريات المدينة بجدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية فيما يعرف بأكبر ديمقراطيات العالم اسمي عبدالله أحمد السعدي رئيس بلدية جلبلي في حيدر أباد تم اختياري كرئيس بلدية بالانتخاب أنا مسؤول عن خدمات المواطنين مثل الطرقات الكهرباء الماء المجاري والضرائب وكل ما يتعلق متطوير المنطقة جدي أتى إلى الهند في فترة حكم نظام مير محبوب علي خان الملكة السادس هو الذي استدعى اليمنيين كمقاتلين هم الآن يعيشوا في منطقة باركس بعد ذلك بدأنا بالعمل استجاري والسياسي والدي رئيس حزب اتحاد المسلمين قطاع الشاه النجر والدي سياسي وأنا إذن سياسي تجربة فريدة يخوضها الفتاذ الأصول اليمنية في مسيرته العملية فالجميع هنا من موظفي ومواطني المديرية أبدو إعجابهم بقدرات وتفاني وحيوية المدير الجديد الذي خصص جزءا من وقته للجلوس معهم لحل مشاكلهم والاستماع إلى آرائهم في كل ما يهم المديرية اسمي بوند سينج أعمل في خدمات المواطنين السلم الشكاوي من المواطنين المتعلقة بالخدمات مثل الماء والمجاري وتحويلها إلى الجهات المختصة عبدالله شخص جيد وهو أصغر رئيس بلدية وهو متعاون ومهذب مع الجميع موظف مجد وهو كذلك أصغر رئيس بلدية وشخصية مجدة في عمله لطيف ومحبوب يعمل بتفاني في العمل بسيط في التعامل يعمل يوميا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مسان نستطيع القول أنه موظف مجد النجاح في الحياة وتحقيق الإنجازات مهما كانت الظروف طالما توفرت الإرادة شعار جسده عبدالله السعدي في حياته النموذجية التي أراد من خلالها توجيه نصيح للشباب اليمني وحثم على الاطلاع والتعليم للوصول إلى أهدافهم مهما كانت العوايق التي تعترر طريقهم أنا يمني أي شيء يفكر فيه اليمني يحصل عليه بيحصل عليه وهذه خاصية لليمني نحن يمنيون عرب نعمل بعزم وجدية ونتقبل الله نشكر الله على هذه النعمة أريد أن أوصل رسالتي إلى الآباء اليمنيين لتعليم أبنائهم لبرنامج صدر السبوع شاكر قائد مديرية جلباللي حيدراباد الهند يشكو الكثير من المارة والمواطنين من السرعة الجنونية لسائق سيارات نقل القاط والتي تتعدى حد المعقول لساف الخطوط الرئيسية فحسبل حتى في الأسواق ومواقع الازدحام تقع معظم الأسواق اتهامية في الحديدة على الخطوط والشوارع الرئيسية وتحديدا أسواق القاط والتي تنتشر بشكل كبير وتتوسع مع مرور الوقت وفي الزحام تبرز إحدى الظواهر المخيفة لدى معظم المارة من الساكنين والمواطنين وتتمثل في السرعة الجنونية لسائق نقل وتوصيل القاط الميتي ببعض الأحيان يجي سرعة فائقة مبلل القانون يجي ما قدامه يلمخ على معه ببعض الأحيان تحصل حوادث ببعض الأحيان ينقلب يكون يسري 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 ماذا ينقلب الحالة ما قدرش يتحكم في مسيارة ينقلب الحالة ومسرو ببعض الأحيان كحوادث في سبيل الوصول أولا ووصول القات إلى الناس يحدث ما لا يحمد عقبا وهي الحوادث المرورية بسبب السرعة الزائدة لكن العجيب هو تعامل سائق القات معها كما أشار البعض من خلال وضع أولوية القات فوق أولوية الأرواح في بعض المواقب حصل مرة حادث هنا محل السيد سالم اقتربا سيارة والناس يعني اثنين منهم ماتوا واحد من هندس في الحديد وماتوا وانزلت صواق ولا ماشي بخير الحمد لله نزل يوقف سيارة وحمل الكات وبعدها أرجعي دور بعض أصحابه يعني ما سعفهمش لا ما سعفهش إلا بعد ما حمل الكات داخل الأصواق بينما يحنا أكثر من مرة نشاهدون يجي الواحد ماشي يعني أكثر من فوق مياه يجي ماشي وطائروا نصيحة لهم عندما يجي في سوق لازم يهدي لازم يلتزم يعني يهدي ويكون يمشي شوي شوي حتى يخرج من المسوق يمشي بس مش ذيك السرعة يمشي حفاظا على روحه حفاظا على الأرواح اللي معه اعتاد كثير من الناس على وضع سائق القات وأصبحت الصورة المرسومة لديهم بأنهم لا يبالون بأرواحهم أو حتى بالغير بل يشك البعض بأنهم ليسوا في حالاتهم الطبيعية فوضع حياتهم على المحك بشكل يومي من أجل هذه الشجرة مهما بلغ ثمنها أمر غير معقول ورسالة هنا من قبل المواطنين للمعنيين في شرطة السير والمرور بوضع قوانين صارمة لكبح جماحهم حفاظا على أرواحهم والآخرين تعد قلعة العاشبة بمحافظة حجة إحدى المعالم الأثرية التاريخية المهمة بنيت بأسلوب هندسي فريد وتحوي ممرات تحت الأرض وتمتد إلى أماكن بعيدة وفيها الكثير من الآثار القيمة تنوعت المعالم الأثرية التي تميز بها التاريخ اليمني على مدى العصور خصوصا القلاع التي كان لها شأن كبير في الحسم العسكري لصالح من يسكنها قلعة الشرق بالعاشبة في قفل شمر تعد أهم القلاع الأسكرية في عهد الدولة العثمانية لم يتبقى من هذه القلعة سوى هذه الأحجار المتراكمة والمتنثرة هنا وهناك فيما سور كبير كان يحيطها من مختلف الجوانب هذا حصن أثري هذا له عدة ممرات بالنسبة يقول أنه فيه ممر يمر من هنا لما يوصل الورشة حق الحبيط على بعد كم تحت الأرض؟ على بعد ما يقارب الكيلو ممر يخرج من هنا وحصن هذا يمر تحت السخور هذه لما يوصل الورشة قلعة العاشبة التي تطل على تهمة ما زال يكتنفها الغموض حول مداخلها المتعددة بحيث يتوه الداخل إلى جوفها بعد أن دمر جزء كبير من الثلم الخاص بها بسبب العوامل الطبيعية والبشرية مداخل ومخارج خاصة تحت السخور تمتد لكيلو متر تحت سطح الأرض تؤدي إلى كهوف سرية كان يتم استخدامها للحماية العسكرية وكمخزن للحبوب أو الاحتماء من الحصار الخارجي وفيه عدة أماكن برضو هكذا شرقا وغربا لكن لا نستطيع بحيث أننا لم نارسناها كثيرا لكن الآباء والأجداد كانوا لديهم الخبرة الكافية في مثل هذه الممرات وهذه الممرات تسدى بعضها تسدى مع الظروف البيئية مثل حاجات طبيعية تحدث الأشجار مثل الصخور بعضها تسدد المداخل أو المخارج حقها لذلك تصبح أشياء خطيرة بلا نقدرش المرائم فيها الآن مواطنون كثر ما زالوا يبحثون عن الكنوز فيها حسب أقوالهم بعد أن وجد البعض منهم أحجار كريمة بأشكال مختلفة وأختام خاصة بتلك الفترة باقي بعض الممرات اللي هي يوصل من أطراف القرية هذا حق الشراقي لأنه يمر إلى الحصم هذا هو الرئيسي وهذا حدام ممراته واحد ممكن عدلوا مدخل آخر من فوق مناشدات كثيرة من سكان هذه المنطقة بحماية ما تبقى من تراث هذه القلعة وإعادة ترميمها ومنع من تسويل له نفسه العبث بها بحجة البحث عن الكنوز نذهب الآن إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود التين الشوكي يمرو الأسواق في موسم خصب شوارع سيئون تتزين برسوم الفنان طالب مدند الحمامات الطبيعية في ذمار تتزايد المنابع وينقص الاستثمار أهلا بكم مع بدء موسمه الخصب والسنوي تمتل الأسواق بفاكهة التين الشوكي أو ما يعرف بالبلس وينتشر البحث المتجولون في شوارع والأحياء وبأسعار مناسبة للجميع البلس البلس وعدام خمس بمئة والبلس البلس خمس بمئة يعد البلس أو التين الشوكي فاكهة الموسم التي يتجه إليها العديد من الناس في كل وقت وخصوصا عندما يرونه منتشرا بأزقة معظم شوارع العاصمة ليخبرنا التين الشوكي أو ما يعرف بالبلس حكاية مفادها خيرات اليمن السعيد ليمتد موسمه ثلاثة أشهر زاخرة به ووفيرة نقوم ببيع البلس ونشتريه من القبائل ومن الرعية من جميع المحافظات من وادي بناء ومن غيمان من أرتل من كل بقعة ونقوم ببيعها للمواطنين وبأسعار مناسبة يعني كل من حق خير اليمن من خير اليمن من خير اليمن ونرجع على المواطن مناطق عدة تشتهر بزراعة البلس والذي لا يحتاج لظروف خاصة لزراعته بل إن خيراته تظهر بذاتها إذا اشتهر به خولان على رأس قائمة المحافظات كأجود الأنواع وأفضلها أشهر المناطق في خولان الطيال بني بهلول غيمان المركز الأساسي للتين الشوكي بعض من فوائد التين الشوكي لأمراض التي عندهم الضغط والتي عندها السكر كذلك ساعد على هضم الطعام ومنها بفوائد كثيرة منها للي يكون فيه مثلا تحسس أو في المعدة قرحة هذا علاج يعني سبحان الله هذا حكم من الله سبحانه وتعالى لا يخلو منزل يمني هذه الأيام من البلس للذته وفوائده الكبيرة التي يقول عنها زارعوه بأنها لا تحصى فهل من مقدر لخيرات بلادنا الوفيرة والتي قد تكفينا لأعوام دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج تتزين شوارع وحوائط الجدران والأشجار في مدينة سيئون بلوحات فنية يصنعها ابن المدينة الفنان التشكيلي الطالب مدندا الذي جعل من تلك الجدران والطرقات والأشجار ناطقة وتخذ من الطبيعة لوحة للرسم هكذا تبدو مدينة سيئون جميلة بمناظرها وشوارعها التي تزينها أشجار الزينة المنتشرة على امتداد الشوارع الرئيسية والحيوية والتي مثلت واقعا كبيرا وعامل جذب للناظرين والزائرين لها كانت بداياتنا في مشتل صغير باستنا تبع هذه الأشيار اللي انتم شايفين المقصقصة كان بداياتنا في هذه النباتات ثم جاءت فكرة نحن نحاول نحن نبدأ في بعض قصات فبدأنا في البداية في شارع الجزائر في أوائل 2010 بدأنا ببعض المجسمات والحمد لله توفقنا فيها نقوم بغسل الأشيار بعد كل شهرين طبعا هذا الغسل يساعد في نمو الأشيار طبعا الأشيار فيها نسمات صغيرة يعني لا نبراها ولا نكتراها لما يصب الغبار عليها تضعف نموها لما تحصل لها دائم غسل تنتشي جمال وإبداع جسدته أياد الفنان التشكيلي طالب مدندن الذي يقطن هذه المدينة فجعل من هذه الأشيار ناطقة واتخذ من الطبيعة لوحة للرسم فبات المكان الذي يرسم وينقش فيه محل إعجاب للمارين هنا في قصات يعني جميلة حلوة زي الحلزوني زي الهرمي زي الكعكة طبعا لدي طاقم عمال في البداية كان يعني ضيل جدا يعني ما يتجاوز العشر نفار ثم حاولنا نحن نجيب بعض الشباب ودربناهم شوية شوية والحمد لله توفقنا نحن يوم طبعا في بعض الصعوبات واجهنا وهي الأغنام السائبة هذه تعيق أعمالنا وجهنا رسالة للسلطة المحلية يعني بإدارة صندوق النظافة استجابت بكل الترحيب وعملوا لها خطة إذا وجدوا أغنام مسكوها والحمد لله يعني قصرنا بعض الحيان تواجهنا حوادث سيارات يعني هذا يعني أمر خاري يعني إرادتنا قضى وقدر نحن نقول نقوم يعني بإصلاح الشجرة إذا صلحت صلحت وإذا ما صلحت استبدلناها بشجرة جديدة والحمد لله من ناحية المنظر ما شاء الله نظهر مدينة مناظر حلوة وتشكيلات حلوة يعني كل سنة نطلع تشكيلات غير تشكيلات الأولاني من ناحية السياكل من ناحية الطائرات من ناحية الدهاسوس سيارات يعني أشياء وائدة كل سنة نزين أحسن من سنين ماضيه تتسم الرسومات التي يشكلها الفنان طالب مدندن بإبداعاته الفنية التي يظهرها من خلال الموهبة التي منحها الله إياها فتارة يجعل بعضها تتحدث وتنطق بالكلمات تعبر عن الشارع الموجود فيه ويمنح أشكالا أخرى جمالا من الحياة والطبيعة والخيال الفني ليصبح مدند فنان تشكيلي من الطراز الأول خصوصا أن هذا الفن يعتبر من الفنون النادرة ليذيع صيطه في كل مكان على مدى سنوات مشرفنا طالب مدندن هو اللي يرتب العمل هذا ويوزع نحن الصباح باكر طبعا الدوام بعد صلاة الفجر مباشرة حتى الساعة ثمانية كذا ثمانة ونص بعد الثمانة ونص ما تقدر تشتغل من السيارات أكتسبنا هذه الخبرة كان لدينا أخ صديق عزيز علينا من المناطق الشمالية كان معنا في بداية العمل فتدربنا مع بعض وترك لنا المجال هو بعد المقاولة هذه بستة شهر وأخذت الفكرة أنا وحاولت أننا نطور يعني من تلقى نفسي يعني حاولت أن نلتمس الواقع المعيشي حاولت أننا نطبق الشارع على نفس الحدث مثلا نشوف عندك ارتينة في شارع المطار نحن نعمل مجسم للطائرات يعني يدل على هذا الموقع أن هذا شارع المطار ارتعينا في السوق العام أننا نعمل براد وكوز يعني أن هذا السوق يعني فيه أشياء من هذه الموروثات فحاولنا أننا نطور من هذه الأشياء أبرز القصات نحن نقول يعني هي نشوفها يعني صعبة شوية زي ما أنتم شايفين خلفي هذا الكوز القلوب الحلزوني الكتابات يعني بشكل عام هذه يعني الكتابات تأخذ مننا فترة طويلة يعني يمكن الكتابة تجلس عليها بعض عيان سنة وتظل تتابعها لأن الكلمات متواصلة إذا جيت يعني على موقع ولا زرعته من بدايته وتبغى تكتب عبارة طويلة فعليك أنت سايرها ولكن السهل والسهل أنك تزرع الشجرة على نفس الكلمة من بدايتها قبل ما تقص تزرعها أن هذه الشجرة هذه بتمثل حرف كذا وكذا وكذا تكون هذه يعني سهلة لنا هكذا هي حياة الفنان طالب دندن يعمل ويعصر ذهنه فيستخدم خياله وحسه الفني قبل أن يبدأ عمله على الواقع والطبيعة فيظهر بعد ذلك ثمار جهده بعمل جمالي وإبداع يلفت انتباه الجميع انتشرت الحمامة الطبيعية في ضواحي ذمار لتصل في غضون سنوات قليلة إلى سبعة حمامات كبريتية حارة لكن هذا الانتشار ينقصه الاستثمار الجيد برأي الكثيرين دون نار أوحطت تغلي المياه في باطن الأرض وتنزح إلى خارجها مياه ساخنة صحية لتتحول إلى حمامات طبيعية وصلت أعدادها في بضع سنين إلى سبع حمامات طبيعية منتشرة في ضواحي مدينة ذمار لكنها تظل ذات طابع بدائي يفتقر إلى الخدمات التي يحتاج الزائرون إليها الحمامات هذه فيها فوائد كثيرة مياه الطبيعية فيها علاج فيها أشياء صحية وبالنسبة للنواقص فيه نواقص مثل البوفيات مثل الأشياء الكماليات الدكاكين الزفلت هذا اللي نقص فيه أولا ما خلق ربي المياه مش موجود في أي محافظة وهذا اللي يخلينا نقبل من بعض محافظات الأخرى ذمارة منتاز بالأشياء هذا الذي فيه مرض الروماتيز يعني فيه عدة مجالة عدة أمراء يقول لك الحمام النوع لاجها مثلا حق الركاب حق الواحد بارد الوساخ أي حاجة ينظفك تنظيف كامل نقصها الاهتمام مواد غذائية المطاعم البوافي يعني حاجة رفاهية حاجة هذا بحيث أن تجذب النظر لهذا الأشياء أن حمام الطبيعي المفروض الاهتمام بها واجب الاستثمار المفردة الغائبة من قاموس مشاريع الحمامات الطبيعية في دمار حتى باتت الزيارات لها مقتصرة على أبناء المدينة وما جاورها من قرى فالطرقات إليها بحاجة إلى إصلاح وتعبيد وتنقصها مرافق خدمية ضرورية مثل المطاعم ومحلات بيز المواد الغذائية وغيرها فأي استثمار حقيقي في تطوير هذه الزيارات السياحية سيساهم في خلق فرص عمل للشباب الاهتمام يكون يعني يعالجوا الطريقة والحاجة ويكونوا هنا من ضقاء سياحية يكون هنا البوفية موات الغذائية المطاعم الفنادق يكونوا يجوا من هنا من جميع المحافظات إذا كان هنا فنادق يجوا من أي محافظة يسكنوا هنا رسالتنا أنهم يهتموا بفل هذا الحاجة أن يهتمام المدينة نسها المحافظة بفل هذا الأشياء يدعموها يعالجوها أسوها طوام بحيث أن تكون منظر سياحي لنس كلهم من جميع المحافظات يعشق أبناء ذامار تلك الحمامات الطبيعية الحارة لما لها من فوائد متعددة في العلاج والاستجمال ويزيد الإقبال عليها في مواسم الأعياد والأعراس ويعتبر يومي الخميس والجمعة ضروة الإقبال عليها يعد حصن جبل يمين في عزلة العزاعز بالحجرية واحد من المعالم التاريخية الباقية والشاهدة على قيام حضارة عظيمة نالى شهرة واسعة وكبيرة أوردت العديد من المصادر التاريخية شأنه وذكرته منذ زمن بعيد يطل حصن يمين في عزاعز تعز على مناطق عديدة كالأصابح والمقارمة وغيرها من المناطق الأخرى المجاورة إذ يتمتع الحصن بموقع جغرافي جذاب بالإضافة إلى الإرث التاريخي الأصيل الذي يتميز به قبل يمين فهو قبل تاريخي وقديم وله معالم تاريخية وأثرية قديمة ففيه البرك وفيه السدود ومدافن الحبوب وأيضا المدافن كانت تستخدم للسلاح وموقعه الجغرافي يتوسط المديرة الشمالاتين بشكل عام حصن يمين قبل يمين مشهور بتوسطه في منطقة الحقرية ليس كبقيس يعني لم يكن متصلا بسيسلة قبال الحقرية المعروفة ممتدة من الشرق حتى الغرب إذ أنه توسط هذه المنطقات وتوسط هذه المنطقة الحقرية فلذلك أخذ ميزة فريدة دون عن سائر القبال أو سيسلة قبال الحقرية هو من المعاقل الدفاعية التي سيطرت عليه دول متعاقبة كدولة بني زريع ثم الدولة الصلوحية والدولة الأيوبية وحكام بني الرسول وغيرهم استخدمه الأتراك موقعا أسكريا وللحصن نوبتين إحداها شرقية والأخرى جنوبية ولهذا أطلق عليه اسم النواب الذي نال شهرة كبيرة أول من سكن فيه الدولة الحميرية ثم قاد دولة حكم بني الرسول والدولة الأثمانيين كانوا آخر من سكن في منطقة قبل يومين وعملوا نواب يعني نواب حراسة كانت هناك توقع نوبة شرقية ونوبة غربية وأطلق عليه باسم قبل النواب لما كانت فيه من كثرة نوبة للحراسة قبل يومين كذلك يتميز بتعاقب الدول تعاقب الدولات عليها لتكون لحامية العسكرية وكذلك وما يثبت ذلك هو وجود الآثار المتبقية من مدافن من مدافن من براك من بقايا دور متهالكة لم يتبقى منها سوى الصفة الأخيرة من الأرض كان حصن منيع سكنه من قبل الدولة الرسولية والدولة الصليحية وأخيرا تعاقبت عليه دولات وأخيرا سكنه الأتراك اليوم العثمانيين ولموقعه القغرافي المهم يعتبر قبل يومين قبل تاريخي لو يميزه بالآثار الموجودة لكن الآن المعالم معالم التاريخية بدأت تندثر مع عوامل التعريف والمنطار تمام ما فيش اهتمام من القيادة المختصة فلذلك اندثرت حتى كان في وقد فيه مدرقات زراعية ويسهل برضو الصعود إلى رأس القبل الآن يعتبر صعبا للصعود لو كثرة ويكثر الناس الزوار لكن يصاب عليهم الصعود إلى قمة الجبال تعاقب الاستيطان على هذا الحصن أدى إلى طمس الكثير من معالمه التاريخية غابة جدران وأساسات تاريخية وحجارة أيضا ولهذا يحتاج الحصن إلى اهتمام كبير من قبل المعنيين باعتباره تاريخ وحضارة وذاكرة في مهمة كانت حكرا وحصرا على الرجال تتولى مرأة في لحج رئاسة جمعية زراعية وهي المرأة أروى نعمت حينما تذكر حضارة اليمن تتربع الزراعة العرش على مر العصور حيث كانت وما زالت مقياسا لنهوض الأوطان فالقوة والمنعة لا تكون إلا بالزراعة والمرأة اليمنية شاركت أخيها الرجل في بناء هذا المجد العريق فمنذ القدم اتقهت نحو الزراعة وعرفت معها معاني كثيرة هنا في لحج وببادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة تحملت امرأة في العقد الرابع من العم مسؤولية رئاسة جمعية زراعية تضم في إطارها أكثر من 300 مزارع أنا مسؤولة على 300 مزارع ورعوي داخل عبر السعدين اللي في القمعية دخلوا معنا أعضاء والدحين بيغا أن تخاف من قديد بيرشحوا وبيرشحوا الباقي اللي معين يعني الباقي بيرقعهم أين بترشحوا مين بيدخلوا معنا في سنة الجمعية وقالوا معيش حيث ما تمشين نحن معيش دالما وصلتي المال للنوبة وإن شاء الله بيوفقها عدل الشضيف المزارعة أرواع علي أحمد تربت منذ الصغر مع أسرتها على الزراعة لتواصل العمل في هذا المجال حتى شاءت الأقدار بأن تتحمل مسؤولية رئاسة جمعية زراعية في وادي تبن أنا مزارعة وعاد عمري 8 سنين ومشيت على هذا الدرب سنين والمزارعين لما شفوني يعني أعمال بهذا وشقعوني على مساكة القمعية وشيروا معي في كل حاية ولهذا حين يساعدوني وشفنا التصعبات شفنا الأخراب اللي فيه سعبار الساعدين وبقبل الزراعة معانا ومشينا تحضاء بثقاء من جميع المزارعين ومن مكتب الزراعة والري ومن مكتب المأمور المهمة لها دور من شاء الله بارز والأتمنى لها من شاء الله الاستمرار في هذا العمل الرجال هذي يعني شجعوني في هذا العمل وعني أول أمرأة صح بس مشيت عبرت على الأصعوبات عبرت على كل شيء تحمل مسؤولية رئيس جماعية زراعية من قبل المزارعة أروى يعطي دافعا للكثير من النساء بأن تجد لها مكانا في قيادة وخدمة مجتمعها تحمل مسؤولية مشي خلوا كل الرجال الرجال مشو النسوان أنا بأن النسوان تتغوى تمشي تمسك جمعيات أما الرجال مشو عزايد صراحة هملوا الجمعيات كثير رئيسة الجمعيات المزارعون يستقبلون تعليماتها بكل ترحاب فهي كما يقولون تعمل لخدمتهم مع توفير كافة الخدمات الزراعية الأرض معودة للحياة أما نحن معودين للموت لازم نمشي رجع لاحق خضيرة ترجع فيها الخضرة وين كانت لاحق مشهورة بخضرتها بفلها وكادية صبح الصحراء هذا أفضل اختيار جيد كان التغيير يعني رئيسة جمعيات عبر سعدين أمرأة والله إنها يعني تقدر بمئة رجل وطبعا حقيقة هذه المرأة يعني أسمت في الكثير من الأعمال الخيرية مع اتجاه المزارعي أمرأة تشتغل أحسن من الرجل لأنه كانت في تقربة سابقة كان ماسك لا رجل وكان الماء يبتع على صحاب المشجرات والمزارع البسيط ما يوصل بالماء إلا بدبع مبلغ لكن الآن الأخت أروى عادة تبذل من ثبانها ووصلت لنا المياه وبرقلة تسير لا معها سيارة ولا دعم ولا أي حاجة دعم مكتب الزراعة للمزارعة أروى وتقبل المجتمع الزراعي لها كرئيس أعطاها دافعا كبيرا للاستمرار وبدل الجهد وجعلها نموذجا فريدا في هذا الزمان وخطوة أولى ليس لها نهاية نذهب الآن إلى فاصل من الإعلان ومن ثم العود حرد ممسي بذي محبش إب مصياف لليمنيين لشقة الطريق في عدن مورث حضاري وثقافي وتاريخ عريق يحتاج للاهتمام أهلا بكم بدعم وتمول من شركة الوحدة للاسمنت المحدودة شهدت هيئة مستشفى الرازي العام بأبيا لقاء تعريفيا لدائم قسم ومركز الحميات وحالات الاجتباه بفيروس كورونا المستجد حيث خصص المركز للمعاينة والفحص والتشخيص والعلاج لحالات الحميات والاجتباه بكورونا حرصا لتبني المسئولية المجتمعية في الحفاظ على أرواح الناس وتزامنا مع انتشار الأوبئة والأمراض ومنها الحميات والفيروسات تم اللقاء التعريفي في هيئة مستشفى الرازي العام بأبيا بدعم وتمويل من شركة الوحدة للأسمنت المحدودة وذلك لافتتاح مركز وقسم الحميات بالعيادات الخارجية بهيئة المستشفى لمجابهة الأمراض ومنها فيروس كورونا لقد تم تجهيز والترتيب والأعداد لفتتاح المركز والحميات في مستشفى الرازي العام على مدى شهرين تم تجهيز الطاغم الطبي وكذا أعداد المواد والمطاهرات والعلاجات وكذلك بعض الأجهزة التي تم رفضها من قبل الدعمين نستقبل يوميا حالات الحميات ما بين خمسين إلى سبعين وثمانين حالة تتراوح هذه الحالات طبعا ما بين الضنك حم الضنك والمكرفس وحالات الملاريا وأحيانا في بعض الأيام نصارف حالات اشتباه لأمراض الكوفير ناينتين كورونا نستقبل من أربعين إلى خمسين حالة في اليوم ما بينها حم الضنك ما بينها ملاريا ما بينها اشتباه كورونا والمختبر يشتغل على مدار 24 ساعة جاء افتتاح القسم بعد انتشار الأمراض والأوبئة والحميات كحم الضنك والتيفود والمكرفس والملاريا التي زادت من نسبة الإصابات والوفيات المتزامنة مع مناشدة الأهالي بضرورة إيجاد الحلول المناسبة حيث يضم القسم عدد عشرين سريرا وستين عاملا صحيا أربعة أطباء وثمانية مساعدي طبيب أربعة ضباط مناوبون وأربعة صيدلانيين وخمسة مختبريين ومساعدان بالإضافة لستة عشر ممرضا وممرضة وأربعة من أخصائي الأشعة وأربعة عمال خدمات وأربعة للصيانة عملنا نداء لمساعدتنا في العمل فلبوا النداء على تشقيل قسم أو مركز الحميات المشفى الرازي قدم العيالات الخارجية والطوارئ وقسم في المشتشفى المركز الذي افتتح بدعم من شركة الوحدة لصناعة الأسمنت باتيس وجهات أخرى وتحت رعاية السلطة المحلية في المحافظة وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بشراكة مع هيئة المشفى يقدم الرعاية الصحية من تشخيص وفحوصات وأدوية على مدار 24 ساعة بشكل مجاني حرصا من القائمين عليه على تخفيف معاناة المواطنين في مديرية خنفر بمحافظة أبيان وغيرها من المناطق والتي حصدت أرواح الكثير من ساكنها بسبب الأوبئة والحميات طبعا لا ننسى أن نشكر شركة الوحدة للأسمنت متمثلة بالشيخ محمد علي العيساي رئيس مجلس الإدارة الذي قدم الدعم السخي الكثير للافستاح بركز الحميات والذي تمثل لرفض المركز بالأدوية والمطاهرات ومواد النظافة وكذلك بعض الأجهزة والمواد الطبية الحمد لله رب العالمين قدمنا خدمات جليلة وساعدوا مشفرازي في العمل في الاشتراف على مركز الحميات والحمد لله نحن نتابع العمل والحمد لله رب العالمين الحميات قلت كثير 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 جدا تقريبا أكثر من 70% في محافظة أبيان المسؤولية المجتمعية خير دليل على تكاتف الجهات المعنية في تخفيف معاناة الناس وأوجاعهم والحد من انتشار الأمراض في المجتمع تعد عزلة هردمان سي بيدي محبش في محافظة أب واحدة من المناطق التي تتميز بتنوع غطائها النباتي ومائها الوفير وهو ما يعهلها لأن تكون مصيافا لليمن هنا والزور على امتداد اليمن تتوزع المناطق الخضراء الجميلة وتتركز في محافظة أب الكثير منها والتي تعد مناطق سياحية بامتياز عرف الناس بعضها وجهل البعض الآخر لأسباب وعوامل عدة أهمها غياب الطريق الشريان الذي يربط المناطق ببعض ويسهل الوصول إليها عسلة حرد وتحديدا ممسادي محبش التابعة لمديرية ريف إيب واحدة من المناطق السياحية الجذابة والتي حباها الله بخصائص طبيعية متنوعة تؤهلها لأن تكون إحدى الوجهات السياحية البارزة ليس على مستوى محافظة إيب وحسب بل على مستوى اليمن حيث تتنوع وتتعدد مقوماتها السياحية ما بين شلالات ووديان خصبة وجبال شامخة تمتزق فيها الأصالة باخضرار الطبيعة إضافة إلى ارتباط المنطقة بمناطق أخرى سياحية من أبرزها وادي الدور الشهير المنطقة تتميز بغطاء نباتي متنوع وتعتبر منطقة جذب سياحي من الطراز الأول حباه الله بهذا الجمال الطبيعي إلى وقت قريب كانت هذه المنطقة معزولة تماما من الطريق والحمد لله استطعنا بجهد ذاتي من أبناء ممسادي محبش بشق هذه الطريق التي تربط بين ثلاث مديريات مديرية حبيش ومديرية العدين وريف إب وتمر بوادي الجنات بوادي الدور اطلعنا اليوم على سير العمل في مشروع شق الطريق في عزلة حرد ممسادي محبش ولاحظنا التكافل الاجتماعي حيث أبناء هذه المنطقة بالكامل جسدوا أروع معاني التكافل والكرم والإخاء بحيث يوصلوا رسالة سامية لجميع المناطق الأخرى والقرى الأخرى بأن يستمروا في عمل هذه المشاريع الأخوية التي ربطت عدة عزل ومديريات بمديريات ريف إب حيث كانوا في السابق عاموا أشد المعاناة من انسداد الطريقة وعدم وجودها المعالم السياحية الكثيرة التي يتميز بها هذا الممسا ظلت مغيبة لعقود من الزمن ظلت مغيبة حتى لأبناء المنطقة أنفسهم خصوصا المغتربين والسبب في ذلك طبعا هي عدم وجود الطريق الذي يربط بين هذا الممسا ومركز العزلة ثم مدينة إب تتميز هذه المنطقة بجبالها الخضراء وتتميز أيضا بما لا لديها من ارتباط بحبيش وبالعدين ميسة أخرى ميزت هذه المنطقة وهي روح التكافل والمبادرة المجتمعية لدى أبنائها والتي أثمرت عن شق طريق ربط المنطقة بثلاث مديريات وخفف قليلا من معاناة أبناء المنطقة ومثل بداية لإزاحة الستار عن جمال عزلة حرد ومقاوماتها السياحية والذي ظل غياب الطريق يحجبها عن أبناء المحافظة الآن الطريق عادت تحتاج إلى رص جاءها مطرة وقد كانت الطريق تمام قبل أن يقل المطر والآن جاء مطر خرر لنا الأجدرة وخربت الطريق وإحنا كنا نحلم بالطريق ما كنا نحلم أنه كانت على الطريق توصل لعنده كان إذا جاء مريض نطلعه بالنعش لعن طريق السيارة المشروع هذا أنجز بمرحلته الأولى التي هي مرحلة الشق ولدينا أيضا مرحلة ثانية المتمثلة بالرص والتوسعة وبناء الجدران وهذه المرحلة إلى الآن لم تنفذ بشكل كامل ولذلك نحن ندعو عبركم السلطة المحلية وندعو أيضا الصندوق الاجتماعي للتعاون معنا والالتفات لهذا المشروع العظيم لإنجازه بمرحلته الثانية المتمثلة بالرصف وبناء الجدران وأيضا بناء العبارة التي تجعل من هذه الطريق طريق آمنة تسير عليها العجلات بكل سلاسة وأمان هذه المبادرة الجميلة من أبناء عزلة حرد بشق الطريق ما زالت تحتاج إلى الكثير لكي تستمر وتصمد أمام عوامل الطبيعة مما يتطلب تضافر الجهود الرسمية وتمازجها مع الجهود المجتمعية الطريق لا زالت ترابية ووعرة وتحتاج إلى الرصف لذا نأمل من السلطة المحلية والمنظمات والصندوق الاجتماعي مساعدة أبناء هذه المنطقة برصف الطريق كونها طريق سياحي حتى تكون مزارا سياحيا لكافة أبناء الجمهورية الاهتمام بتوصيل الطرق إلى هكذا مناطق سياحية أمر يعود بالفائدة ليس على أبناء المنطقة فحسب بل على جميع أبناء المحافظة الذين سيجدون متنزه سياحي جميل اشتركوا في القناة أسرة في المضاربة بالأحج تحاول جاهدة أن تحكى معوزا خلال يومين فقط وذلك لمواجهة الظروف الصعبة في خيمة غير مكتملة البنيان وبإمكانيات شحيحة وبعد سنوات المرارة في عالم الاغتراب غير المجدي خارج الوطن بدأ الحاج علي أحمد صالح في الستين من عمره مشروعه الصغير في حياة المعاوز بمختلف أشكالها في قرية الغير بمنطقة ملبيا بمضاربة لحق بمساندة أولاده حيث تعتمد الأسرة على ما تنتجه أيديها من هذا المعمل بالرغم من المصاعب الجمة الشباب لديهم رغبة في هذا العمل ولكن ينقصهم الإمكانيات ينقصهم الدعم فنوجه رسالة لجميع الخيرين وجميع الذين يدعموا المشارع الصغيرة هذه أن يساعدوا معاهم بتطوير هذا المعمل وتطوير نشاطهم الحيوي وإن شاء الله يكونوا قدوة في المنطقة مثلا لهذه الأعمال الصغيرة وإذا شافوا الناس هذا المعمل أنه تطور ربما أنه يتحقوا ناس كثير في هذا العمل هذا المعمل ورغم صعوبة المهنة والحياكة اليدوية ذات العمل المرهق والتعب إلا أنه في هذه الأيام بدأ يصدر الكثير من هذه المقاطب بجميع أنواعها إلى أنحاء متفرقة من منطقة هنا من المدينة المغارب حفظات لحظ وفي أنحاء من المدن اليمنية لتزويد السوق بهذا المشروع الصغير الغير المربح وفق صاحب المعمل فهو ينجز معوزا خلال يومين فقط لتوفير مصاريف ممطلبات الحياة له ولأسرته لتبقى الآمال معقودة على الخيرين والمنظمات الدائمة في دعم هذه المشاريع الصغيرة التي تقتات منها الأسر ومساعدتها في تحسين ظروفها المعيشية الصعبة وتكون بمثابة العامل المساعد لتوجه الشباب نحو هذا المضمار الصعوبة اللي وقهها هذا المعمل زي ما أنت تشوف أن الخيمة يعني مشرفة إلى الهلاء متهية يعني أمطار يعني إذا حدث أمطار العمال يتوقفوا أربع يوم خمسة يوم ما شعمل ثاني شيء أنه من شدة الأمطار والرياح وكذا العمال ما يقدروا شيء يواصلوا عملهم في خلال 24 ساعة ينتق مكتب خلال 24 ساعة أو 6 و 3 ساعة ينتق مكتب هذا يترتب على أن المعمل مش مهيئ للعمل ليش من قل الإمكانيات يحتاج هذا المعمل لدعم من الجهات الداعمة والمجتمع بما يسهم في استمراريته وتقاوز المصاعب التي تعترض طريقه في النهوذ وتحقيق مطامح شباب باتوا ينسجون من خيوطه حلم المستقبل الواعد يعاني الشاب عبدو إبراهيم وهو في ثلاثينياته من العمر يعاني من الشلل الربائي بعد إصابته بالحماء الشوكية وفقدان الحركة يحتاج لعملية جراحية وليس له عائل وينتظر مد يد العون من أهل الخير عبدو إبراهيم شاب في مقتبل العمر والشباب حرمه المرض متعة شبابه في وقت مبكر لم يهنأ بحياته بعد فدهمه المرض فجأة وهو سليم معافى قبل خمسة أعوام ليعود طريح الفراش معاق حركيا لا يقوى على فعل شيء طفلة واحدة هي ما يملكه في هذه الحياة وأب وأخ مختلان عقليا وأناس بسطاء يجودون له بما يستطيعون لمعالجته أمع اللقبتي بس أثنين ولا خالية طيب إيش اللي تحتاج أنت لا زمرت هذا بس حق العمليات ثلاثة حق ثلاث عمليات حق ثلاث عمليات طيب كيف وضعك من بيصرف عليك من بيساعدك وضعنا بلا من الناس دور أيها ما عمد خار بنت بنت سعدم في شميلة استأجر أيها قروح الفراش العميقة جدا والتي وصلت إلى العظم ونعتذر عن صور المؤلمة عند مشاهدتها فكيف بحاله وهو يعاني من ويلاتها كل يوم ولا يملك ما يستطيع به مداوات جراح روحه وبدنه فهو لم يصل إلى هذا الحال إلا بعد فقر مدقع وضيق حال شديد وضع المريض عبدو إبراهيم حالته طبعا هو مصاب بشلل نصفي ويمكن خمس سنوات من بداية هذا المرض الآن مشكلة المضاعفات اللي حاصلة للشلل النصفي تقرحات سريرية متعددة موجودة معهم وللأسف حتى ملتهبة لازالت تحت مرحلة التنظيف وإزالة الأنسجات التالفة الموجودة وفيه على أساس عظام مكشوفة تحتاج برضو إلى إزالة العظام المهيتة ومن بعدها عملية الترميم وإغلاق القروح للفراش على عدة مراحل يحتاج طبعا هذا يحتاج التفاعل من المريض وكذلك من فعلي الخير إذا أمكنهم وكذلك من الطاقم الطبي كلنا إن شاء الله نكون مستعدين بهذا الموضوع وما زاد عليه هو خجله من طلب الناس رغم حالته المأساوية إلا أن المرض قد استحكم على حياته فمن يريد أن يتعاون معه عليه أن يتصل به على الأرقام التي نطقها بصعوبة وحياء شديدين حياته عبد الربو إبراهيم في خطر وأمنياته بالتماثل للشفاء ومغادرة المشفى وتأمين لقمة عيش كريمة له ولأساته وعلاجه هي أحلامه البسيطة فمن يمد له يد العون والمساعدة لينقذ نفسا من عذاب يومي يعانيه نذهب الآن إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود في عدن مورث حضاري وثقافي وتاريخ عريق يحتاج للاهتمام أهلا بكم تشتهر منطقة ذبحان بالحجرية بواحدة من الأودية المعروفة بوادي الحداد منذ القدم الذي اشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية ووفرة المياه العذبة فيه بين الماضي والحاضر تجوب القصص ذاكرة الأهالي لهذا المكان المعروف بوادي الحداد في عزلة ذبحان التربة محافظة تعز حيث تشير الحكايات إلى أنه سمي بوادي الحداد أو الحدادة لأنهم في الليل كانوا يسمعون الحدادين وهم يمارسون العمل ليظنوا أنهم الجن الذين سكنوا المكان سمى بسوق القن كما يحكي الآباء قديما بأنهم كانوا يخرجون ويسمعون القن وهم يتسوقون ويبيعون ويشترون في هذه المنطقة أمام مشروع مياه ذبحان وهذه المنطقة طبعا تمتاز بالهدوء والقو المعتدل طيلة العام وهي منطقة سياحية سمي ووادي الحداد نسبة لأسرة بيت الحداد وهي أسرة شرقبية قطنة ذبحان لكن في الحقيقة الوادي هو وادي الحقر وادي الحقر هذا تسمية موجودة في معظم مناطق اليمن وادي الحداد الذي يفتقل للكثير من مقاومات الحياة الكريمة كالطريق الوعرة جعلت المزارعين يتركونه بعد أن كانوا يزرعون فيه الأنواع المختلفة من الحبوب كالشعير والذرة والقمح بالإضافة إلى البن وكانت محاصيلهم تسقى من مياه هذا الوادي العذبة لتواجد أربعة آبار فيه منها بئر وادي الحداد للسباحة وبئر الحجر وبئر الرقيبة بينما الآن لا تتواجد فيه سوى شجرة العطبي وشجرة الصبار التي يستخدمها الأهالي لعلاج أمراض المعدة والجروح كنا نزرع الهند والذرة والغريب والشعير وكله كان يشتبه شيء الوادي فيه عدة أبار ممكن حوالي أربعة أبار بار أحمد مقاهد وبار الحجر وبار الدخل وبار الحداد وكان الناس ينفعوا ويزرعوا البن والمنقة ما زالت الأشكار المنقة موجودة والزيتون وعدة من الخضروات والفاكه لكن مؤخرا انتهت هذه الزراعة أصبحت الآن إهمال للزراعة وصارت الزرع كلها الأراضي قاحلة لن يزرعوا ولا يعملوا أي شيء والوادي هذا فهو سياحي وهو لكل شيء موجود يمزرع داخل البن والمنقة وقميع الخضروات من أول والآن إهمل للأخير ولن يزرعوا شيء يقال أيضا أن أهالي المنطقة كانوا يذهبون لتفقد المكان الذي لا يجدون شيئا فيه سوى آتار الحدادة ويؤكدون بوجود سوق خاصة بالجن يسمعون منها أصوات الطبول والرقص أثناء دخولنا للسوق تعجبنا من رائحة البخور والفل هناك السوق الجن يقال بأن السوق كانوا يتسوقون فيه يتسوقون فيه كما يحكي الآباء والأجداد طبعا قديما يقولون بأنهم كانوا يسمعون أصواتهم وخصوصا تذكري أنت أنه كانت زمان عندنا السوق يوم الربوع كنا نتسوق إلا يوم الربوع ليس مثل اليام هذه كل يوم سوق فكانوا يسمعونهم وهم يسوقون البهائم ويضربون بالطابل بين الحقيقة والخيال غادر الكثيرون هذا المكان خوفا من حكاية الجن وأثارهم واندثرت معهم قصة وادي كان مركزا لزراعة الحبوب وغيرها من المحاصيل لتبقى أصوات الرياح فقط من تستقبلك عند زيارتك لهذا الوادي عاتك يوسف الجوري شابة يمنية تبلغ من العمر عشرين عاما أصيبت بيعاقة الحركة السفلية ذلك بعد سقوطها من أعلى أحد الجبال وهي الآن تمشي على كرسي متحرك لكنها تحدث الإعاقة وتعمل بالحرف اليدوية والمشغولات الجميلة تستقبلنا عاتك بابتسامة عذبة منطلقة للحياة عاتك الموهبة الفذة ذات الأنامل الذهبية لم تمنعها الإعاقة الحركية من حب الحياة ومحاولة إعالة نفسها ومساعدة أسرتها التي تكفرت برعايتها على أكمل وجه منذ أن أصيبت بالإعاقة في الطفولة بدأت مشروعي في مجال الأشغال يدوية منذ سنين ضويلة صح أن أنا عانيت في البداية بداية المشروع عند التسويق كيف لما أسوق المنتج حقي كيف لما أسوق الأشياء بدأت أنزل عبر المكاتب يعني أوزع على المكاتب يجوا يشتروا مني للبيت في بعض الصديقات أو كذا بيجوا يعني بيشتري أو بيطلبوا طلبات بس الحمد لله لأن توسع مشروعي بين شارك في بازارات شارك في معارضة شارك في حتفال التخرج شارك في كل المجالات والحمد لله عاتكة ما شاء الله عليها مبدعة بأعمالها بعلمها بالرغم من عادية عقدتها يعني مش أني يعني تعرفت نفسا أني تمشي بس ما شاء الله عليها قوية إرادة وقوية صبر وتحب أني تطور أعمالها وكملت دراستها ما شاء الله عليها عاتكة إنسانة ما شاء الله مهوبة معها يعني واثقة من نفسها يعني تفعل حاجات نحن السميمين نحن ما نقدرش نفعلها عيبة الناس اللي خارج يعني حسسوا المعاكن إنسان مطرح في الزو يعني ما بيفعل شي شي بالرغم أنه في ناس معاكن مبدعي تقول عاتكة عن قصة نجاحها ومشروعها الخاص بأنه موهبة وشغف بالإبداع تصنع بكيهات الورد الصناعية بحب وإتقان وتبيعها ليقبل الناس عليها بشغف لما لها من لمسات خاصة وجميلة وإبداعية أنا نصيحتي يعني لكل المعاقين اللي ما فيش بيدها حرفة وما فيش بيدها شي يعني ما يروحش إنه يرجع لأي أحد إنه بيطلب العن مننا أو في بعضهم يعني بيروحوا يتسولوا أو شي بس لما يكون الواحد فيه مع حاجة في يده حلوة له ولا أهلا ويكون سند لأسرتها ولنفسها أولا وقبل كل شي يكون سند لنفسها يعني ما يرجعش لأي أحد ولا يحتاج من لأي أحد أي شي نصيحتي لأسر المعاقين أنهم يقفوا مع المعاق ويشجعوا المعاق يعني لا يحسسوش بالإعاقة لأنه سبحان الله لا يأخذ شي ويعوض بأشياء أشكر كل إنسان يعني كان سند لي وشجعني في هذا الحياة بعد إعاقتي والحمد الله وشجعني على مشروعي على أشغال يدوية يعني متكامل من كله روح عاتك الإبداعية تخبرنا بأن لا يأس مع الإرادة وأن الله تعالى عوضهم بدل الإعاقة عقولا وأنامل مبدعة تنطلق إلى الحياة عبرهما بشغف وحب ونشاط تحتفظ اليمن بشكل عام وعدا على وجه التحديد برموز أثرية قديمة تجسد تاريخ مرحلة مهمة عاشتها المدينة في فترة الاحتلال البريطاني نتذكر هذه الحقبة من خلال هذا التقرير اليمن السعيد حضارة عريقة طبيعة ساحرة وأناس طيبون وتحديدا ثيادا التي تعد من أكثر المدينة جمالا في اليمن ففيها الآثار والشواطئ الساحرة الخيالية بالإضافة إلى العادات والتقاليد والمورثات الثقافية والفنون الشعبية المختلفة ولا ننسى الفترات الزمنية المتلاحقة التي عاشتها في فترة من فترات الزمان في عدن وأثناء الاحترال البريطاني جسدت بعض معالم التاريخ الشاهدة هنا على شموخ أهل هذه المدينة كشموخ هذه التماثيل التي حفظوا عليها رموز تأريخية تدلل على عظمة هذا الشعب وعلى عظمة هذه المدينة القادمة من بوابة الغرب إلى الشرق ونحن نتجول في أفياء مدينة عدن اتجهنا إلى ساعة بيكبين أو كما تسمى ببيكبين العرب وهي الساعة التي شهدت هنا منذ سنوات طويلة تتوقف تارة وتعمل تارة أخرى تشهد عقارب ساعتها على الوقت الذي عاشه أبناء اليمن وتحديدا في عدن أثناء فترة الاحتلال البريطاني ساعة خصص لها سابقا مهندس عربي للاهتمام بعقاربها إلا أن الحاضرين هنا أخبرونا بأنه لا يوجد مهندس خاص لإصلاح عقاربها في حال ما توقفت انتقلنا من ساعة بيكبين إلى تمثال الملكة فيكتوريا هذا تمثال الشامخ الذي كان رمزا من رموز البريطانيين في الاحتفال بملكتهم التي أحيت حياتهم وأعادت مجدهم في الشرق تمثال كان من المخصص له أن يكون مستشفى خاصا في عدن إلا أنه لعدم توفر الإمكانيات في ذلك الوقت آثر أبناء المدينة مع الاحتلال عمل هذا التمثال هنا ونصبه تم الحفاظ عليه عبر الانتقال به من مكان إلى آخر حتى لا يتعرض للإهمال أو للسرقة أو للتكسير الملكة فيكتوريا بهذا الشموخ وهذا الصولجان المحمول في يدها وهذا التاج وهذا الفستان الأخضر الذي تظهر آثاره بين الحين والآخر تدلل كذلك على أن عدن تعايشت مع السياسات القديمة فأخذت منها الأشياء الجيدة وشمخت فارتفعت وعلت فقط قليل من الاهتمام بهذا المجال يجعلنا نعطي حياة خاصة تؤرخ موروثنا الثقافي في الفترات الزمنية التي عاشتها البلاد السابقا الآن نتوقف وإياكم مع فقرة قضايا دولية وهذه الفقرة هي بشراكة مع قناة دوتشفيلة الألمانية لكن بعد الفاصل يشكل النشاط السياحي أحد القطاعات الهامة والأساسية بالنسبة للاقتصادية العالم والالتحاد الأوروبي على وجه الخصوص الأمر الذي دفع بهذه الدول لفتح حدودها الداخلية لإنقاذ الموسم السياحي لهذا العام بعد أن تكبد خسائر فادحة بسبب إجراءات العزلة التي كانت مفروضة لإحتواء الوباء العالمي المعروف بكوفيد ناينتين في الوقت نفسه اعتبر البعض نجراءات الحجر الصحي المفروضة بين الدول للمسافرين من شأنها كبح السياحة والتي قد تدفع بالكثيرين للبقاء في بلدانهم تحديات السياحة في زمن كورونا موضوع نناقشه مع الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية دكتور عبد الرحمن عمار وهو خبير في قناة دوتش فيلا الألمانية دكتور عبد الرحمن مساء الخير أهلا بك إلى صدر الأسبوع مرحبا دكتور الأوروبيون يسعون إذن لإنقاذ الموسم السياحي لهذا العام لو نتحدث في البداية عن أهم الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول وهل فتح الحدود الداخلية كاف لإنقاذ هذا الموسم السياحي كما جاء في سؤالكم أو في الشيق الأخير منه ففتح الحدود هو أحد أهم الإجراءات التي لجأ إليها الأوروبيون على اعتبار أن الأوروبيين يحبون السفر إلى الدول الأوروبية والسوق الأوروبية تجدب السياح الأوروبيين بكثرة إذا نظرنا إلى برلين التي سجلت العام الماضي 14 مليون زيارة وباريس ب16 مليون زيارة وروم ب36 مليون زيارة غالبيتها تأتي من دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ذلك هناك محاولات كثيرة لتفادي إلغاء الرحلات السياحية والحجوزات بل تأجيلها إلى ما بعد فترة الصيف وأيضا الحصول على قسائم أو قسيمات للزبائن يمكن أن يحتفظوا بها ويستعملوها لما تخفوا الأمور مستقبلا يعني هذه إجراء أساسي جدا إضافة إلى كل ذلك فالاتحاد الأوروبي يريد مساعدة الدول المتضررة من خلال ما يسمى سندات كورونا كما هو الحال في إيطاليا اليونان وإسبانيا أيضا الحكومات الأوروبية بداية ببرلين ووصولا إلى باريس وحتى إسبانيا ورومة فكلها تريد أن تمنح مواطنيها مبلغا ماليا يصل في بعض الدول إلى 500 يورو للشخص الواحد وأيضا مبالغا مالية للأطفال شرط استهلاكها وإنفاقها في العطلة الصيفية وهو إجراء لتشجيع المواطنين على السفر داخل البلدان مثلا ألمانيا رفعت شعارا سياحيا وهو اكتشف ألمانيا وهي دعوة للسياح الداخليين عوض السفر إلى الخارج إلى السفر في الداخل الألماني وهو نفس الشيء في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على أي وافد من دولة غير الدولة القادمة إليها ألا يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في كبح السياحة خاصة للوافدين من الخارج يعني قد يتذمرون من هذه الخطوة وقد لا يأتون نعم بكل تأكيد لكن هذا الإجراء هو سيكون بداية بشكل طوعي أي أن الشخص الذي يدخل إلى دول الاتحاد الأوروبي أو الذي يعود من بلد سياحي إذا لاحظ أنه في حاجة إلى القيام بحجر صحي لمدة أسبوعين فأيضا المشاغلين وأرباب العمل سيتفهمون ذلك لكن ليس إجباريا في البداية طبعا ستكون هناك الكثير من الإجراءات في المطارات وأيضا في محطات القطار كقياس درجة الحرارة وعندما يتأكد أن الشخص لديه أعراض المرض سيطلب منه أن يتوجه إلى أقرب مساحة والقيام بالإجراءات لكي لا ينتشر المرض دكتور رغم رفع القيود في معظم الدول الأوروبية هناك من يرى بأن النظام السياحي لا يزال في وضع صعب السؤال هنا ما مدى إمكانية العودة للنسق القديم لسياحة في أوروبا؟ سيكون من الصعب جدا أن تعود الأمور في المجال السياحي إلى سابق عهدها لطالما لم يتم القضاء كلية على وباء كورونا والجديد الآن هو الذي ظهر هو نوع جديد من السياحة السياحة الداخلية وسياحة الأرياف إذا كان الغالبية يتوجهون في العادة إلى الشواطئ من أجل الاستمتاع بالبحر وهناك اكتضاد في الغالب في الشواطئ فإن الغالبية خصوصا العائلات خوفا من انتقال العدوى ستتوجه في الغالب إلى القرى وإلى الغابات وإلى الأرياف وهناك حجوزات كثيرة مثلا في ألمانيا في الأرياف وفي الغابات كبديل جديد لهذه السياحة تعطي نوعا من الإطمئنان وهو نفس الشيء في باقي دول الاتحاد الأوروبي هل هناك أرقام محددة عن حجم الخسائر التي تكبدها هذا القطاع وهو قطاع هام طبعا هناك قطاع طيرا مثلا جاء بتقارير مع الأرقام والكثير من القطاعات طبعا نحن نتحدث هنا عن السياحة هل هناك أرقام لهذه الخسائر بلغة الأرقام المطاعم تكبدت خسائر في الشهرين الماضيين وصلت إلى أكثر من 70% بينما الطيران وباقي المواصلات الدولية وصلت إلى أكثر من 90% على اعتبار أنه تم إلغاء كل الرحلات خلال شهرين متتابعين باستثناء رحلات إجلاء سكان هذا البلد أو ذاك العالقين في الخارج أو أيضا الرحلات المرتبطة بنقل المواد الغذائية والمواد الطبية يعني خسائر كبيرة جدا خصوصا لبلدان تعيش من السياحة بنسبة تصل إلى أكثر من 20% كما هو الحال في إيطاليا واليونان وحتى في إسبانيا دول أخرى كألمانيا لم تتضرر لأن السياحة ليست العمود الفقاري لاقتصادها الفرنسيون تضرر أيضا كثيرا لأن السياحة هي من بين ركائز الاقتصاد الفرنسي وتبعاته ستظهر مستقبلا وتشمل الكثير من البلدان الأوروبية وسيتطلب الأمر بعض الوقت لكي تتعافى من هذا الأمر نعم دكتور موضوع مرتبط ربما لو نعتبره سياحة وزيارة في نفس الوقت ماذا عن المهاجرين العرب؟ هل بإمكانهم السفار لزيارة أهاليهم؟ أم أن الوقت لا يزال مبكرا؟ أمس أصدر الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لائحة تضم البلدان التي يسمح لها زيارة دول الاتحاد الأوروبي والعكس وتضم فقط ثلاث بلدان عربية وهي المغرب والجزائر وتونس هي بررت هذا الاختيار بأن الإصابات في هذه البلدان صارت مراقبة وضعيفة وتقوم بإجراءات صارمة كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وهي تقوم أيضا بالتدخل السريع فورا وجود بؤر للإصابة في منطقة ما لكن البعض يرى أن السماح للصفر تجاه البلدان المغاربية جاء بضغط إسباني كبير على اعتبار أن إسبانيا تجمعها بالمغرب وتونس والجزائر علاقة كبيرة اقتصادية وسياحية أيضا على اعتبار أن الكثير من المغارب والجزائريين والتونسيين الطبقة المتوسطة والغنية يفضلون قضاء عطلهم الصيفية في إسبانيا أخيرا دكتور عبد الرحمن ماذا عن السائح العربي؟ هل سيسمح له بزيارة أوروبا خلال هذا الموسم؟ أم أن الإجراءات ستقتصر على المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي فقط؟ نعم إلى حدود الآن باستثناء المغرب والجزائر وتونس ليست هناك أي محاذير للصفر إلى هذه البلدان كما جاء في لائحة دول الاتحاد الأوروبي ولكن هناك تحذيرات من الصفر إلى بلدان أخرى حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا فالشخص يمكن أن يسافر لكن سيتحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية الشخصية تعني في حال الإصابة بالمرض يجب أن يكون مؤمنا وأيضا في حال إغلاق الحدود بسبب تفشي المرض في البلد الذي سيتجه إليه المهاجر العربي أو حتى الألماني فإنه سيتحمل المسؤولية الشخصية ليعود إلى ألمانيا لأن السلطات الأوروبية قامت بعمليات إجلاء كبيرة للعالقين من مختلف بلد العالم وقالت بأن هذا الإجراء كان استثنائيا طبعا العرب ينتظرون عطلة الصيف لزيارة ذويهم وأهاليهم والنصيحة هي الصحة فوق كل اعتبار ويمكن تأجيل الرحلات والزيارات إذا تعلق الأمر ببلدان لم تسيطر بعد على المراض خصوصا العائلات التي لديها أولاد لأن الدخول المدرسي يبدأ في أوروبا ابتداء من شهر أغسطس والاضطرار إلى القيام بأسبوعين من الحزر الصحي يعني أيضا تأثيرا سربيا على الأطفال وحتى على العمل نعم دكتور عبد الرحمن عمار الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية بقناة دوتشفلا الألمانية شكرا جزيلا لك العفو مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة من قضايا دولية بالتعاون مع دوتشفلا الألمانية واتابعونا نفس الفقرة بموضوع مختلف الأسبوع القادم أما الآن فأنا توقفوا مع جملة من الأخبار القصيرة لكن بعد فاصل قصير موسيقى بعد 35 سنة من الاختفاء ظهر الشهر الماضي في الصنعة وعاد إلى قريةه قرية المقابر في بني شيبة بالشمايتين بتاعز وقد أصبح كهلا خير القوى إنه المهندس أحمد سالم مقبل السروري وهو من صمم شعار طيران اليمنية في السبعينيات ولا يزال إلى اليوم ذلك الشعار كما صمم وإلى جانبه تصميم شعار اليمنية صمم أيضا مبنى البنك المركزي اليمني وفندق تاج سبا والعديد من التصاميم الخالدة تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنين يتسلقوا ويرحة الجبال المرتفعة مع مجموعة من أهل المنطقة لبناء الطرق في محافظة ريمة وأثار الفيديو يعجب الكثيرين من النشطاء اليمنين على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على تفاعل ومشاركة واسعة ودعوا إلى المشاركة في مثل هذه الأنشطة الاجتماعية